بيشرفنا نحن يكون معانا على التليفون المهندس ماتة بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاهية بشمهندس ماتة أهلا بيك أهلا بيك بشمهندس إزاي حضرتك ربنا خديك بشمهندس يعني عايزين نعرف الزيادات دي هتبقى إزاي والالتزام بيها من التجار والتوقيت اللي الناس كانت مستنية فيه نزول فالناس فجأت إن فيه تلوع في الأسعار عايزين حالك تشرح لنا أكتر طبعا إحنا كلنا فجأنا بيه عيون خميس بزيادة الأسعار بالتالي السرار من ضمن البنود الأساسية إن إحنا كنا متعاشرين إن ممكن يكون فيه تأجيل في التفاع في تغيير سعره زي الآخر محطة لما كانت خاصة زيادة وما كانت خاصة زيادة في أسعار السرار لكن الصرارة في النفاهم أستدر المساهدين هو عبارة عن سرعة وسيطة يتم حسابها دخولها في حجرة وتكلية المنتج بالأخص بيهان 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 بكوة فيه المنود اللي ليها علاقة بالأكل والشرب عشان جميع منقول كده عددها كبير فبالتالي بيسمع فيها لو فيه اي زيادة في يناولو بتاعتها عشان كده سنقول انه بحيقصل التفاوض في الأطعار مبدئية من خمسة ممكن يوصل لغاية عشر او اتناشر و تلاتاشر في المية تلاتاشر في المية بشوانس انا بقول لحضرتك انا نفتي انها هي ما تبقاش تقصية من تمانية وربع لعصرة جنيه او تشوه ده انا هتتكلم في عشرين في المية هنقول انه ممكن يتاخد على متوسط على مدار اسبوعين على مدار اسبوع على مدار طيب السابع فبرضو بناخد متوسطهم وبنتكلم ان النسبة الجيدة على اشتلع هتتم من خمسة لغاية تلاتاشر في المية و احنا بنتكلم على اشتلع اللي بيتم نقلها بنتكلم على تعريفة الرقوب في وسائل المواصلات طيب ازاي ازاي بتتم هذه النسبة معلش مش مانسة عشان الناس برضو عايزة تفهم يعني هي بنفس النسبة دي بتتقسم على النقلة كلها فبيبقى ده النسبة بتاعة الزيادة على كل قطعة داخل الكارتونة مثلا يعني انا بحاول افهم يعني اقول لحيك على حاجة حضرتك مثلا بتشخن شحنة من مينة كندرية لمينة الدنيا تمام اه للكاهرة اللي هتتعير بتشخن قطع غير لما تكون بتشخن بطاطس غير لما تكون بتشخن أدوية غير لما تكون بتشخن سكر وخضار وفكر كل حاجة وعلى حدة وبالتالي احنا حنحس ان ممكن النقلة كانت 600 من الكاهرة تسكندرية مثلا بخمس سرات جنيه لو السوائين بيفيه منافقة بينهم من بعضهم فيه سواء هيرفع 10% فيه سواء هيرفع 8% لكن ما ده برضو حملة على ميزانية السوائين وحملة على ميزانية مقاولين النقل ده برضو بدل ما هو كان بيفول التريلة او بيفول النقل عربية النقل بخمسمية هيزودهم بكام بستمية وخمسين او بسبمية فده برضو لازم يعنعكس على البضاعة اللي هو ببينقلها وبالتالي بس البضاعة يعني لو فرضنا انا بحاول بحاول افهم مع حضرتك بس وانس وبرضو صحح لي لو انا غلطان يعني العربية مثلا عليها بضاعة بنصف مليون جنيه كانت بتتفول بخمسمية جنيه فهتتفول بسبعمية جنيه مثلا صح صح جدا احنا ملناش دعوة بقيمة البضاعة جوة الحمولة لكن انينا دعوة ايه في النقلة اللي مثلا باية من العبور بغاية مصر الجديدة بسبعمية جنيه طبعا دي مثلا تكلف النقل تكلف الاسطنار بتاعتها مثلا بسبعمية جنيه على ايه من تلتونية جنيه على زود عليها عشر في المياه سبجاني النقلة بكاتها تيجي بخمسمية تيجي بسبعمية ايه ايه احنا احنا حنحس ان الناس بما تاخد وقت والصرار يسمع تتغيره في البضاقع انا بقول لحركك انا يعني احنا كنا بترينا نحس ان فيه نزول في القطاع ايه بالوقت احنا مدر مدر كنا هنحس ان فيه نزول نزول 10-15% هنحس ان فيه نزول 9-800% اما انا خايف من الاشتباك ده باش موانس مت يعني خايف الاشتباك بتاع نزول الدولار يقوم خابط في العلو بتاع الطاقة فالناس في الاخر ما تحسش يعني لو حتك بتقوله ده اتنفذ هيبقى نسبيا كويس لكن انا خايف ما نحسش بالفرق ده فضل فضل البضاء اللي كانت تغيرين فيها دي نقرة ودي نقرة لكن هبقى فيه بعض الزيادات على بعض المنتجات اللي فيها تكلفة كبيرة في تكلفة النقل الخاصة تمام بشمونس تمام وإحنا برضو هنتابع مع حضرتك لو فيه اي جديد طبعا شكرا لك بشمونس ماتا بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حياة بشمونس ماتا ما بيتأخرش علينا في توضيح اي حاجة ودائما يعني الرجل بيبقى متفعل معنا